والصغير أولاً الجيران طبعاً و نلعب معهم و نعرفهم طبعاً مجموعة يعني و غالباً معظمهم كانوا أبناء العم أو أبناء أخواني الكبار من الأسرة من الأسرة غالباً غالباً لكن أيضاً طبعاً بلا شك يحيط يحيط بنا مجموعة من الجيران و لا بد طبعاً أكيد يعني أذكر منهم طبعاً الشيخ أحمد السعيد صاحب هرفي و شيء ثاني و شركاته معروفة و صاحب الدايل و العجلان وسلمان مجموعة من هذر زملاء زملاء كذير و أبناء العام يمكنهم كثيرين أبناء العام يمكن ستة أو سبع من أبناء العام و يمكن ثلاثة أو أربعة من أبناء الأخوان اللي أكبر من أخواني أكبر منهم أولاد يعني كبري نعم سلمان الفاضي قطي نعم رحمه لك يعني لازلت على علاقة بهم الآن دكتور والله مثلاً متباعدة أحمد السعيد كان يعني يزوره و نزوره و أخوانه طبعاً بالرياض و يزارونا هنا هنا نعم والجران يعني فهي يعني بلا شك أنه هنا يعني تعرف بيته مشيق يعني بيت كبير نعم يعني حوالي سبعة بيوت مترابطة يعني المتلاسقة مع بعض واللي غير ملاصق يعمل له جسر يسمى قبه و مجببه و كان يربط البيتين فهي سبعة بيوت كبيرة يعني يسكن في ذلك الوقت أكثر من 120 نسمة فيها المجمع هذا أي طبعاً الأهل الوالد و أعمام يقول حنا زكاة الفطر 120 صاع ماشاء الله 120 صاع وحنا ضابطين الرقم يقول يعني الفطر أثناء 120 صاع بالبيت هذا نفسه ماشاء الله لجد الواحد جد عبد العزيز لأنه ما يريد أحد يطلع الجد عبد العزيز ما يريد أحد يطلع من البيت اللي هو الوالد و أعمامك و أعمامه و أولاده سبعة أكبر هم الوالد أي أكبر هم الوالد طبعاً والد عبد الله ثم بعده عمي صال و عمي حمود و عمي محمد ثم عبد الرحمن و عبد المحسن و إبراهيم اللي هم الثلاث ذول اللي هم أصحاب اللبن يمكن مشهور بمملكة يعرفون الناس اللبنة مشيقة هذا الثلاثة سعوا عملوا المشروع وكالة ددسن أخذ وكالة ددسن و أيضا الددسن نيسان طبعاً وحاصة ددسن بالذات يعني نعم و ددسن و و كانت اجتماعاتك مع بعض البيت واحد و أنت و أنت دكتور طفل تذكر هذه المشاهد تمر عليك أنا عشت في البيت أنا أذكره بتفاصيله و أنا بعد ما كبرت شوي صورته قبل يهدم أي يعني كان عندي هواية تصوير يعني في و أن طفل صغير و أنا متوسطة يعني بديت بثالث متوسط يعني ثم كذا صورته عرفت أنه الآن بدأ يعني تقريباً لأنه توسعه أي يعني بدأ فأدى في بريدة طبعاً فتح أول شارع يمكن شارع الملك فيصل يمكن أول شارع يفتح في بريدة شارع رسمي رسمي طبعاً موجود الآن يعني شارع عليه جامع خادم حرامين الشريفين الآن و عليه سوق الذهب و عليه أشياء كثيرة طبعاً طويل شارع ملك فيصل فهو أول شارع فتح في بريدة فبدأ تقريبا بدأ الحياة وبدأ يهدم هذا وبدأ مسلح يظهر بالتدريج البطيء فعرفت أنه ففعلا بدأت صورت أجزاء من البيت كثيرة لكن أجزاء كثيرة منه والمسجد اللي كان يصلي فيها الوالد مثلا وكذا الحي عموما صورت الحي تقريبا ثلاث ثمانين أربع وثمانين ألف وثلاثمين طيب